في 2013 قرر نواب المجلس النيابية التمديدة لأنفسهم انفرد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ونواب التيار الوطني الحر برفض الهارتقة هذه ليتقدم بطعنين في الأمر لدى المجلس الدستوري المجلس الدستوري لم يرى ضرورة في الرد على رئيس الجمهورية وكتلة النيابية فلقمة العيش أولى من هؤلاء ومن دستورية القوانين بعد نحو سنة ونصف على تمديد الاستثناء والمرة الواحدة إليكم هذا التصريح تقدمت بابتراح قانون يتضمن انتهاء ولاية المجلس النيابي أي بالتمديد قد يظن المرء أن وكيل التمديد في الدولة اللبنانية أولى فاتوش لا يعلم أن الدستور ينهى عن التمديد التمديد هو أمر مخالف للدستور لكن الدستور وجد لينقذ الناس لينظم العلاقات بين المؤسسات كافة ولما فشل الدستور بتنظيم العلاقات بين الناس أتى فاتوش لينظمها والمهمة إنقاذية طبعا بعد الفاتوش سانيورة فرئيس كتلة المستقبل أيضا هنا للإنقاذ ما بعتد أنه أي من أعضاء مجلس النواب بيرغب أن يتم التمديد لمجلس النيابي ما حدا بده ما حدا يعني بصدقا طبعا لا يريدون لكن الإنقاذ يتطلب تضحيات جسام الآن فبالتالي الحرص على عدم الوقوع بفراغ أكبر قد يقتضي أن نلجأ إلى هذا الأسلوب مع عدم محبتنا مع عدم رغبتنا ولكن يجب أن نكون واقعيين وعندما يكون الحديث عن الإنقاذ لا يمكن أن يغيب الاشتراكي عن تجرع الكأس المر تواجه نحو التمديد يعني هذا الظرف اللي عم نعيشه يقتضي أن نحافظ على المؤسسات في المقلب الآخر خسرت جبهة الصمود والتصدي للتمديد رئيس الجمهورية لكن انضم للطيار الوطني الحر نواب وكتل نيابية رفضا للتمديد وإن كان لا يزال غير مفهوما شو عدم بدى بين تمديد اليوم وتمديد الأمس الأول يوم أنا قالت لحنا مع الناس الناس لا بدنا التمديد ونحن ضد التمديد مين مع تمديد؟ مين مع تمديد؟ ما بعرف يمعينون في التعطيل وهو طريقهم إلى التمديد وهم يتحملون هذه المسئولية يسبرني له أسبابه يقول أنه لماذا التمديد إذا المجلس معطب يوم ما تروح تمديد المجلس النيابي لا بدنا ممدد أنا بعتقد تمديد المجلس النيابي هو نتيجة تعطيل الانتخابات الرئيس الجمهورية لا يجوز أن يحتموا التعاطي مع التمديد وكأنه الوضع الطبيعي في البلد دولة الرئيس مين مين ضد التمديد نحن نعتليك ما في موقف رسمي بس نحن طبعا دائما مع دولة الرئيس ما بعتقد أنه في حدب لبنان اليوم طامح للتمديد وإذا عيون أواق فيها على صوتي تنصوت بالمجلس تنصوت ضد التمديد لمجلس النواب نحن كأوات لبنانية بكل صراحة يعني مننا متحمسين أطلاقا للتمديد للمجلس النيابي مبدأ أساسي أن الانتخابات تحصل بموعدها وموضوع التأجيل خطير بالصوتي والصورة يسقط اقتراح التمديد إذا لم يكذب نواب الأمة أنفسهم على أن نعيد التقرير والتصريح بعد الجلسة المنتظرة المجلس الدستوري يقول أنه في حال الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية هذا أيضا ليس تقريرا طبيعيا لكن من الأخبار غير الطبيعية تتولد تقارير استثنائية جاد غصن قناة الجديد